مطار شرم الشيخ الدولي من هنا أقلعت الطائرة الروسية المنكوبة التي قضى على متنها 224 شخصا في خضم أزمة السياح العليقين والذين ينتظرون إجلاءهم تداولت وسائل إعلام بريطانية تجاوزات قالت إنها لشرطة المطار حيث نشرت صورا تظهر عناصر أمنية تلهو بهواتفها أو تدخن أو تستغرق في النوم بدلا من السهر على أمن المسافرين صحف بريطانية صلتت الضوء على دفع البعض رشا لرجال الأمن لتسهيل إجراءات المرور والتحقق من الحقائب حتى في مراحل تشديد الإجراءات الأمنية تحسبا لأي خطر إرهابي ربما يستهدف المطار شهود عيان أفادوا أنهم رأوا كميات كبيرة من السوائل يدخلها بعض المسافرين رغم القوانين الصارمة التي تمنع المسافرين من حمل عبوات بلاستيكية كبيرة صحيفة الديلي ميل أفادت أن الاستخبارات البريطانية رجحت عددا من السيناريوهات أدت إلى سقوط الطائرة من بينها احتمال تفجير الطائرة في الجو بعبوة ناسفة زرعت في حاوية الأمتعة مسؤولون قالوا لصحيفة أن ذلك ربما تم عن طريق عمل إرهابي مباشر أو أن مرتشم من العاملين بالمطار ربما زرع القنبولة كما أفادت الصحيفة باحتمال دخول انتحاري للطائرة لسهولة اختراق إجراءات السلامة في المطار معتمدا على الرشا